طيب احنا من بلجيكا نروح لبريطانيا وبريطانيا سجلت ارتفاع في اعداد الوفيات طبعا هذا الارتفاع اللي وصل لـ 1284 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما رصدت بريطانيا 544 طبعا مليون جنيه استرليني لتعجيل جهود العلماء والبحثين يعني في بريطانيا عشان يحاولوا يوجدوا لقاح لمكافحة هذا الفيروس المستجد وزارة الخارجية البريطانية صرحت في حسابها الرسمي عبر تويتر وقالت ان بريطانيا رصدت 544 مليون جنيه استرليني ودي اكبر مساهمة يعني هما بيقدموها لدعم او عشان تعجل بجهود العلماء والبحثين في بريطانيا عشان يوصلوا قيادة الكفاح العالمي ضد فيروس كورونا كوفيد 19 واجاد لقاح ليه رئيس الوزراء صرح انه التمويل ده رئيس الوزراء البريطاني اللي هو ايضا اصيب بفيروس كورونا قال ان التمويل ده هيساعد في ايجاد لقاح للعالم كله لمزيد من التفاصيل بينضم الينا عبر الهاتف من لندن الاستاذ كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي سبع الخير على حضرتك استاذ كايد عمر باح النور لكم جميعا اهلا بحضرتك ويعني عايزين نعرف اخر الاخبار او المستجدات في بريطانيا والدفع من الحكومة البريطانية الى تعزيز جهود البحث لاجاد لقاح يعني ربما يكون هو يعني الشافي او هذا اللقاح يكون حائل امام تفشي هذا الوباء في العالم كله يعني لاحظنا بالفترة الاخيرة هناك تسابق ما بين الدول العظمى والدول الرئيسية في العالم بايجاد لقاح وعلاج لفيروس الكورونا وهو الوباء الذي استعصى على العالم ولا يوجد علاج معين حاليا للقضاء عليه وطبعا بريطانيا لديها مختبرات كثيرة ولديها شركات ادوية كثيرة وهي طبعا تسعى الى ايجاد هذا اللقاح حتى تكون من الدول استباقة في ايجاد العلاج وطبعا الفائدة للمرضى والفائدة لبريطانيا تمام أستاذ كايد يعني بالرغم يعني عظمة هذه المنظومة الصحية داخل بريطانيا اللي حضراج بتتحدث عنها وانهم لديهم عدد كبير جدا من الباحثين والعلماء وما الى ذلك ايه سبب في تدهور الاوضاع فجأة وهذا التصاعد المستمر في معدلات الإصابات والوفيات رغم هذه المنظومة الصحية الكبيرة في بريطانيا يعني اولا المستشفيات هي معدة ومجهزة لاستفال عدد معين من المرضى في كافة ومختلف الأقسام والمجالات وموضوع الفيروس الفيرونا لم يكن هناك يعني تحذيرات او انه لم يكن هناك خطة مسبقة للمقاومة وللعلاج هذا المرض وطبعا الاجهزة الصحية غير مستعدة وغير مجهزة لهذا المرض والآن طبعا تجد نفسها في حالة طوارئ وفي حالة حرب مع هذا الفيروس حتى ان تجد علاجا له ويتم القضاء عليه وانهاء هذه الازمة العالمية يعني اذا تأخر الاستعدادات ربما هو السبب فيما يحدث في بريطانيا الآن هو طبعا بالتأكيد دائما الاستعداد والتجهيز لأي خطر ولأي مرض هو طبعا سبب النجاح في القضاء عليه طبعا موضوع فيروس الكورونا لم يكن اي احد في العالم يعلم بانه قادم ولم يكن علم احد بانه موجود في قطين ما الذي دفع الحكومة البريطانية لاتأخر في اتخاذ كافة الاجراءات الاحتراضية والوقائية خطوصا بعد تفشي هذا الوباء في الصين وعبوره الى دول اخرى اولا يعني بريطانيا هي جزيرة موجودة في المحيط الاطلسي وطبعا كانت هناك خطوات تدريجية من قبل الحكومة البريطانية بالاتعامل مع انتشار هذا الوباء وكان فيه هناك استشارات من خبراء حول خطورة هذا المرض على الاطفال والشباب والمسنين وطبعا تبين ان الخطورة هي طبعا في سن الستين والسبعين من المواطنين وطبعا هي بريطانيا اخذت احتياطات واخذت اجراءات ولكن لم تكن كافية في نظر البعض يعني كان فيه هناك برضو يعني بعض التعليقات على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني البعض وصفها انها بالمحبطة البعض الاخر يعني ربما لانه لا يعني لا يدعو المواطنين في بريطانيا للتفاؤل ولكن دائما ما يبس بعض العبارات يعني على مدار اللحظة بيتم اتهمه بانه بانها عبارات محبطة لا تدعو المواطن للتعاون حتى مع الحكومة البريطانية يعني هو الامر لا يجب ان ينظر اليه بالبساطة المطلقة كون عدد السكان في بريطانيا يعني ما بين فوق الستين مليون مواطن في بريطانيا وبريطانيا دولة كبيرة ودولة يعني معقدة من ناحية النظام ومن ناحية الحريات ومن ناحية الحقوق فليس بالسهل يعني انه في يوم وليلة انه تيجي تغلق بلد كاملة باكملها هناك امور تدريجية يجب دراستها هناك الاقتصاد البريطاني طبعا في الفترة الاخيرة بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي وهناك تخوفات ويعني اهتمام كبير بالموضوع الاقتصادي وطبعا اغلاق البلد يدمر اقتصاد بريطانيا ولم تريد بريطانيا ان تغلق ابوابها حتى لا تحصل ايضا ازمة اقتصادية بشعة اذا التخوف من الانهيار الاقتصادي هو ربما اثر على القرارات او الاجراءات يعني من شأنها الحفاظ على ارواح البشر يعني يعني وهي طبعا فعلت الخطوات التدريجية ومدروسة ومقرؤة وطبعا هناك مسئوليات بريطانيا دولة الرفاه الاجتماعي ومسئولية المواطن من الحكومة في حالة حاجة المواطن من سيرعى المواطن الحكومة طبعا الآن الحكومة قالت بان الموظفين الذين لا يذهبون للعمل ولا يستطيعون العمل طبعا لديهم اقصاد بنوك اشتروا بيوت لديهم التزامات مالية استعدت الحكومة ان تدفع ثمانين في المية من رواتب الموظفين الذين لا يعملون هنا تكمن مسئولية الحكومة على المواطن وطبعا اهتمام الحكومة بمصلحة المواطن وبرفاه المواطن وبمعيشة المواطن فاي قرار تتخذ الحكومة ليس بالبسيط وليس بالسهل يعني اي قرار بسيط تتكلف مليارات طبعا كل تأكيد يعني ليوجد دولة الآن تتخذ اي قرار بدون تكلفة كبيرة يعني لابد ان تكون محسوبة شكرا لحضرتك الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ كايد عمر اللي كان بينضم الينا من لندن اشتركوا في القناة